الخبر لولي عندنا عن بيسان وأنس الشايب وفضيحتهم القناة مملكة القصص بالأسف يا حبايب تم تسريب صورتي فبيسان وأنس نزلوا على حساب بيسان بالإنستجرام أغبى ستوري ممكن تشوفها بحياتك هذا هو والدي لي اسمه فهد ويمكن عمره 13 سنة خلاص رفعت عليه دعوة التحريض على قتلي وتفكيري وتشهير باسمي ولسه عم يشور عم يسترجع لأنه مو بالعراق بتركيا عادي مصيرك راح ترجع لا عادي قلي حرام يتيم وعم يصرف على أهله بالحكي الكذب والتحريض حذرتك أكثر من مرة طبعا ما تعرفوني يا حبايب أنه هذا الستوري اللي نشرته يمكن واحد من أكثر الستوريات تضحكتني بحياتي فبيسان اسماعيل كانت أكل أكبر مقلبة بحياتها فهذه الصورة اللي هي نشرتها هي واحد من أصحابي مواني وأساسا هذا صاحبي مع العلاقة بالسوشيال ميديا فطبعا اطلعت أفضحت الموضوع فنزلت على حسابي بالإنستغرام شوية استوريات وهذه استوريات وضحت بيها وأنه هذا الشخص اللي هي نشرته أنه هو مواني وأنه ما مجرد هو واحد من أصحابي وشان يطلعوا إياه أساسا بالبثة مباشرة أكثر مرة بحسابي للإنستغرام نشرت حسابي بالإنستغرام عم يدي الناس تدخل وتتأكد من الموضوع وتقدروا تروحوا تشوفونه أنه هو ناشر صورته وأكثر من صورة إلى يعني طبعا هو ينشر صورة من فترة طويلة طبعا بعدها يطبط من عنده أنه نزل استوريات عم يوضح بالموضوع للناس فنزل هذا الاستوري اللي وضح بالقصة أنه هو محمود ومو فهد وطبعا بعدها صار يقول أنه أحير فع قضية على بيسان السلام عليكم أنا اسمي محمود صديق فهد وفهد يكون صديق مقرر إلي بيسان إنتي نزلت استوري على الأنستة وشهرت بيها أنا طبعا ما حقل أي كلمة ولا حتجاوز ولا حتسوي أي شي بس أحقول أنه إنتي وحتتحسين عشي لسا أتي طبعا المشكلة يا حبايب هي نشرت هذا الاستوري وهذا الاستوري ممكن يوصل 500 أو 600 ألف مشاهدة على حسابه بالإنستجرام وطبعا المقطع ماتي أو الاستوري ماتي بالإنستجرام كله ممكن يوصل 200 أو 300 ألف مشاهدة والأغلب ما رح يعرف بالحقيقة ويعبارهم أنه يصطدق هذا الشخص فحاليا أي واحد منك من الفائزات بيسان يشوف هذا الشخص بالشعر يقوم يتعرض له بما أنه يتهمته أنه يبدو قتلها والكامل بايخ اللي كانت كاتبتها بالإنستجرام اللي الصراحة بأخر فترة صرت تحسن أن السوشال ميديا واليوتيوب كله صار عبارة عنها صبات مو أكثر ومن بلسبة أشخاص المتوقعين لأنه انتهت القصة اللي هنا فلا يا حبايب القصة ما انتهت لهنا فبسالس معي الراحة ترسلت صاحبي بالإنستجرام وطبعا هي إجابة حسابي عن طريق ما أن نشرت بالإنستجرام حساب صاحبي اللي هو نشرت صورته وهذه المحادثة اللي صارت ما بينهم وهو لما نشر الستوري سوى الهتاق على ما تعرف أنه يعني هو مو فهد فترد عليها ها 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 فهد فصعبي بعدها أرسل لها هذه الصورة اللي بين بيها أنه هو ويايب المكالمة ويقولها الدخلين ويا فهد قروب أو شليل البلوك عن فهد وصار يقولها أكثر من مرة أنه والله مو فهد والله مو فهد وطبعا هذه الستوري اللي أنا موجودة هي محثة الستوري غير متعرف الحقيقة وظل يقولها يا معودة أنا مو فهد وهي ضل ترد علي أنه رح بعث لك المحامي وكالعادة تهديدات البايخة وطبعا أكيد لازم تسيب هي فصرت تقول لا تخاف طيبة تساعدك والكلب يدعمك واللي هي طبعا تقصد بي الطيبة الأمباري وتقصد بالكلب اللي هو محمد جواني ورغم أنه مثل ما تشوفون أنه أساسا محمد جواني متعرض لها وهي قاعد تحرض عليه بالخاص ومثل ما تشوفون صاحبي أساسا كان بياها كلش محترم وقاعد يقولها الله يوفقت وهي ترد علي فضاحة أمك كي يتصد أن نشر صورتك يتعرف أن هي مو صورتي وفضحتها أما بعدها شن اللي صار فشافين كل الكلام اللي قالتها بيسان لا يا حبايب كل هذا النشراء الصورتي والمحدثة اللي صارت بيا صاحبي هو كان عبارة عن تفكير أم بيسان واللي كان ينفذ كلامها أناس الشايب طبعا هذا الموضوع اللي دليل وحطكم الدليل بالمقطع حاليا اللي الصراحة اللي يريدقوا له لأنه بيسان فرن الخطيئة حتى الأشخاص اللي حولها قاعدين يكررون للناس بيها فقاعدين يخللون أن هي تتمشكلوية الناس ويسبون باسمها وبحسابها والشايب هو كان لازم يحساب بيسان اسماعيل وقاعد يحتي باسمها فبعد ما شاء اللي بلوك طلبت من عنده أن يحذف صورة صاحبي لأن الصاحبي أساسها ميريد صورتك تنتشره بكل مكان وهما نشروا لها غصب يعني فراحطكم حاليا شو يرد علي يا أنس الشايب بالفويز اللي قاله اسماعي أحكي لك كلمتين أول إشي هاي الصورة ما رح تنهذف تمام فمزل ما تشوفون هو يعرف أنه هذا مو أنا وأنه مصاحبي وما يريد يمسح الستوري وإنت إذا ما بتلزم حدودك رح تخسر كثير وطبعا كالعادة حركات بيسان قومها لازم يستمرون بالتهديد وبعدها أنا ردت عليهم هذا الكلام اللي حطكم إياه ولي قلت لهم به لم سوي شي غلط مين حكى على أختي مين سبني ثلاث مرات طح بنشر ليوتيوبر كلها وبلاحصيات بيّنت أنه كثير يوتيوبر بنشر عنهم بغيركم فطبعا أنا الشايب رجع أحنان وحجبي على أختي ودعا عليها شوفوا لهذا الفويز يعني زي ما بتفضح بيسان الله يفضح أختك رغم أن يتوقع أساساً بيسان اسمعي لكل شي ما تدري وأنه ما هي ممكن نايمة وام بيسان ونس شايب هم أدي يتصرفون فردت علي إي أنا بمقاطع يبدع إي لكم بالخير وأنت بتدعو على أهلي مع الكلب أفضح يعني نارين وغيرها وأنا بأخير فترة نزعجت منكم لأنه سبيتوني بالخاص وأنت سبيت قالت عني زبالة وهي قالت عني زبالة وأنا بعمري غلطان على ييوتيوبر طبعا الكل يشهد لي بهذا الموضوع وقلت له اطلع تذروا بننهي القصة ولا بحط أسمانكم بمقاطع ولا شي ولا أريد أجيب أساساً سيارتكم فهو ورد عليه أنه كان يريدي نام لكن صاحب يظل يبعث له أنه هو مو فهد فلهذا هو ورد عليه طريح جوي يارحطكم الفويز بس صعبك بيبعث 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 وشفت الرسائل أنه أحد في الصورة كذا كذا تواصل ما وبعدها ردت عليه أنه كل الكلام اللي أقوله والأخبار هو مجرد عبارة عن البوستات سواء إن شرها جواني أو الفضائح يعني كلها هي عبارة عن أخبار مو أكثر وماكشي ألفة من رأسي قلت له حتى لو بتحكي عني مو تسبني وتسب أختي لأنه أنا مدخلت أحد من أهلك وأهل بيسان بالموضوع هي كنتوا دخلت وأهلي وقلت لك اعتذروا الالتظار موعي بالنهاية غلطت بحق وسبيتني وأنا مغلطان معكم وقلت لك ليش هيك صار أنا من بداية السنة تركتكم 14 يوم بس أنتوا غلطوا بحقي وكل اليوتيوبر بتحملوا هذا المجال في انتقادات وفي فضائح وأنت تعرف مليون بالمئة أنه كلامي صح وما يشر شي غلط أحكي لك بالنهاية ما حدا راح يفيدك انت الناس حبتك من غير دعم حدا استمر وخليك خليك مع الصح طب حطيتكم هذي الفويس بس عمودة ثبتت لكم أنه أنا سشايب ترى كل شخصي أما هو قاعد ينقل لها الحكي واللي هو أكيد أم بيسان اسماعية وطبعا بعد هردت عليهم أنه أنا مواقف مع حدا مع عجواني وغيره بكرار حشوف كيف حفظهم واللي بديها تحذف الستوري واحتذر بالستوري وأنا بنسي شي بالعالم اسمه بيسان وأنا سشايب حالينا حوايب راح تشوفون انه الدليل بايونكم وانه أنا سشايب هو اللي يطلب من عندي أني أنقل أخباره أنا مرد أنقل أخباره وأساساً ما رد أجيب سيروتهم باليوتيوب لما هم غلطوا بحقي فرحبتكم هذا للتسجيل اسمعوه فهيد بناية الحكي هاي الأساملة بتذكرها انت والله العظيم ما أنا شايفه حطه بجيبته الصغير وبدأ سليه وبمشي وانه هو النصار يقول على الأجوان إنه أقدر أدعسه ومدري شنو ومنساساً الجوان ما مهتم له ولا حاتيوية أصلاً فهيد أنا لا بدي تنساني ولا بدي تنسى بساني بالعكس هادي أطلع ويحكي أخبارنا الحقيقية وأخبار اللي بتصير معنا إذا شفت في علينا غلط أطلع أحكي الغلط شفت علينا صاح أطلع أحكي علينا صاح أحس إنه ننزلك الصور نعتذر لك هذا الإشي مستحيل الصراف اليه مارس شنو أقول يعني أنا حالي إنه أطلع ببث مباشر وصر أسيب على أخة واحدة أو على أي شخص سواء كان مشهور أو لا إذا ما أطلع أتذر له مو يعني إذا إحنا بالسوشال ميديا وكان واحبي أنا مشهور صار عيب إنه يتذر طبعاً ما تعرفون إنه الشعب هو الغلط بحقي واللي فشر علي وسبع الأختي واللي ما أمدك بي أصلاً وإحنا راح أشوفون الأسلوب اللي كان يريدوني يسويه إيايا إنه يريدوني يستعطفوني عبالهم إنه أنا كلب مشاهدات بقلوا لنزل فيديو قل إنه تصالحنا وإنتهى كل شي وإحنا نحن سوي لك نشر إنت أطلع بفيديو على اليوتيوب أحكي ما بيني أنا وبيسان اسميلي وأنس الشاي بنتهى وأنا بطلع بستوري بحكي لهم حبيبي أرفع الشاشة وحضروا الفيديو طبعاً بعدها رديت عليه بهذا الكلام حبيبي أنا قناة أخبار نزل استوري اعتذر بي أنت وبيسان بعدها بنزل فيديو بنقول الخبر وبقول إنه هكذا شي بس ما أنا واحد أرخيص حتى أقول الصالحة مع أشخاص سبوني وحكوا على أختي طبعاً هلو تلاحظون إنه أساساً نش بيسان بس يريدوني تصالحون إياي لأن يعرفون إنه كل فضايح اللي أنشر بي عليهم حقيقية بتعرف إنه أنا أنا بكبسة زر بتخلي مليون واحد يطلع يحكي عنك في اليوتيوب حس بإمكاني أخلي مملكة قصص ببفتح مليون واحد بخلي يفتح مملكة قصص ما بخلي أحد في اليوتيوب إلا ما يحكي عنك ويغلط في عرضك وأهلك وشرفك طبعاً هذة دليل نشوف إنه هو شون يحرض الناس علي وشون يحرض اليوتيوبر على غيري فردت علي إنه اعتذر على السبس قيت له إعادي بقول لك الله يفضح أختك بالمقطع تبعي إذا عادي تمام قيت له يحكي الكل ويايا الله ويايا والحق ويايا لهيك ما حدا حيقره وقفني قانونياً لأني مغلط ومدلش يقصت لأعتذار غلط يعني أنت بتقول لي عادي أقول لك يا ناس الله يفضح أختك يعني أنت شو تخلف مرة بحس يعني هو ما يقبل على نفسه إنه واحد يقول لأله يفضح أختك ولكن هو عادي يقولها يسوي نفسه إنه كانوا ما قال أي شي طبعاً بعد أننا رجع للمرة الثانية وصار يهدد هذا كلام بايخ رح أطلوكم إياه بس عموا شوفون التهديد والله العظيم لو كنتوا بنفس البلد اللي أنا فيها والله العظيم كنت حرقتك حريق سمن برب العز لو أنت موجود في دبي أو موجود في الأردن أو إذا أنا باجع تركيا رح أحرقك حريق ما رح على أقل موضوع أنتوا علقوا على الموضوع وردوا على إنس شاي بطريقتكم بعد أختمت عليه أنا مو محتاج دعمكم يعني لا تفكر أني بدي مشاهدات ومحتاج دعمكم وإنت بتعرف عندي إليك 700 فضيحة وإنت بتسبق الله وفيديوها الزاء 18 مع أخوك وكثير أشياء أنا قلت لك أعتذر ونخلص القصة وقلت لك أنا مرخص لحتى صالح ناس سبوني وسبو أختي شان مشاهدات أعتذر حتى لو كتابة بنهي القصة وقلت لأولا أنا وبعد ما بيسان بتواصل معي سوبي معكم ما تغير نفس معاملتي لغيركم اليوتيوبر نفس المعاملة إنه كل شي بحكيه تحت خط الأخبار بدون سب بدون تجريح وأنا ما سبيت إنت اللي سبيت وحكيت على أختي إذا أنت ما عندك معنا أقول إن شاء الله تنفضح أختك قول إنك يزباله وتفوع عليك والكلام اللي قلتوا عني أنا بطلع بعتذر منكم طبعا أنا بعد رجع أنس شايب وصار يهدد للمرة الثالثة هل عاد الكلام التافئ وصدقني جبل ع جبل ما بلتقي بس بني آدم عبرني آدم رح يلتقي ورح تندم كثير 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 طال خصة الموضوع اللي صار بيسان اشرى صورة صاحبي وقالت إنه هذا صورتي وحاولت نظرني ولكن الحمد لله هو منصورتي أساس صورة صاحبي ومبيسان هم اللي يتحكمون ببيسان إسماعيل ويحشون من خلال حسابها وحرضون المتابعين ويسبون عليها وطلبون من الناس اللي يحطون دسلاكات من هالكلام وصوروا يهددون مثل ما سمعتوا بالفويزات ومبيسان هي تنقل الكلام وطبعا نفس الشي هو سبجواني ومن شفتوا أكثر من المرة صريحة عليه ومن نسبة الصاحبي فهو طلع وفضح بيسان وصلا يا حبايب لنهوصلنا هات المقطع اكتبونا بالكمنتاج شاركوا بهذا الخبر وشو رأيكم بحركات بأنس شايب وشو رأيكم بعد ما اكتشفتم أن أنس شايب مور جان مبارحة